موسيقى السيدات والسادات السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في نشرة الكرام لحقوق الإنسان في العالم العربي السعودية لا زالت حملة النظام السعودي على الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة ولا زالت المضايقات والتهديدات والمتابعات القضائية والاعتقال التعسفي هي الرد الوحيد للسلطات على المطالبين بالإصلاحات السياسية والمدافعين عن الحقوق والحرية وفي هذا السياق استدعت السلطات الأمنية السعودية في جدة في الثاني من أكتوبر 2013 المحام والناشط الحقوقي وليد أبو الخير وعند حضوره اعتقل وأحيل لمركز شرطة الشرفية وتم إعلامه أن أمر الاعتقال صادر من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرم ويتحدث السيد وليد أبو الخير إلى الكرامة عن ملابسات هذه القضية أوردني اتصال من البحث الجنائي يوم الرساء يطلب مني الحضور إلى البحث الجنائي لأمر ما فاستفسدت عن هذا الأمر فأخبروني بأنهم لا يستطيعون الإفصاح عنه حتى حضوري وكنت وقتها في مدينة الرياض فطلبت الإرجاء إلى يوم الأربعة وحضرت يوم الأربعة ظهرا ففوجئت بأن هناك أمر من الأمير خالد الفيصل بالتحقيق معي وإجراء ما يلزم بخصوص ديوانية في منزلي أستضيفها منذ فترة طويلة بعنوان ديوانية السمود فتم نقلي إلى مركز الشرطة مخفورا وهناك تم إيقافي بعد أخذ أقوالي عن هذه الديوانية ثم في اليوم التالي عرضت على الادعاء العام الذي أخبرته بأنه قد تم التحقيق معي بهذه الديوانية في وقت سابق هل تم اعتقالك يومها؟ نعم مباشرة يوم الأربعة تم اعتقالي في الساعة الثانية عشرة ظهرا وبقيت إلى اليوم التالي وتم عرضي على الادعاء العام الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس وأخبرتهم في الادعاء العام بأنه قد تم التحقيق معي بشأن هذه الديوانية بأمر من وزير الداخلية سابقا يفدو أنه ليس هناك تنسيق ما بين الأمير خالد الفيصل الأمير منطقة مكة المكرمة ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وعلى إثرها طلب مني توقيع العهد على إيقافها للدونية فرفض ثم بعد ساعة من هذا التحقيق تم إصدار أمر بالإفراج عني بكفالة وأخبرت بأنه يجب علي التزام بحضور المحاكمتين محاكمة في جدة حل ما أقيم ومحاكمة جديدة في الرياضة كانت أول جلسة يوم الأحد الفائف وكانت لدى القاضي محمد الممسلم واستلمت لا أحد التهم ولا أحد التهم حوث خمس تهم رئيسية نزع الولاية الشرعية والخروج على ولي الأمر وتأليب الرأي العام وإنشاء منظمة غير مرخصة وهي منصف حقوق الإنسان في السعودية المرخص من كندا والمساهمة في إنشاء منظمة غير مرخصة وهي جمعية حسنة حقوقية وازدراء القضاء وتداول ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الإنترنت والسعداء المنظمات الدولية ضد المملكة العربية السعودية وهذه هي القضية الثالثة التي تفتعلها السلطات ضدها حيث أنه يخضع لمحاكمة أمام المحكمة الجزائية بجدة التي عقدت جلستها الأولى في الرابع من يونيو 2012 وبلغ عدد جلساتها لحد الآن 13 جلسة ولازالت مستمرة وانطلقت القضية الثانية في الرابع والعشرين من سبتمبر حين استدعت سلطات البحث الجنائي وأخبرته أن لديه جلسة استماع بالمحكمة الجزائية المتقصصة بالرياد في السادس من أكتوبر 2013 وهي محكمة استثنائية متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ولا زال يجهل طبيعة التهم المنسوبة إليه والناشط الحقوقي وليد أبو الخير مستهدف من السلطات السعودية بسبب نشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق الإنسان وكان قد فاز بجائزة أولوف بالما لسنة 2012 لكنه منع من السفر إلى السويد لاستلامها ووجهت الكرامة مذكرة عاجلة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاصة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاصة المعني باستقلال القضاء والمحامين ونشدهما بمطالبة السلطات السعودية بوقف كل المتابعات القضائية ضد السيد وليد أبو الخير المرتبط بنشاطه الحقوقي وتذكيرها بالتزاماتها الدولية بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبما جاء في المادة السادسة من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53144 بتاريخ التاسع من ديسمبر 1998 وتنص هذه المادة أن لكل شخص الحق بمفرده أو بالاشتراك مع غيره في معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الإدارية المحلية حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم وفق ما تنص عليه السكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من السكوك الدولية المنطبقة دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواب وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة وللتذكير فإن السعودية حين تقديمها لترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في التاسع عشر من أبريل 2006 التزمت بالدفاع وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ليبيا جاء في خبر لمركز أنباء الأمم المتحدة في الواحد من أكتوبر 2013 أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسمات اختصاراً أونس ميل أصدرت بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً تحت عنوان التعذيب وحالات الوفاة في مراكز الاحتجاز في ليبيا وأشهر التقرير عن وجود ما يقارب 8000 معتقل في السجون الليبية دون إمكانية التواصل مع أسرهم أو الحصول على المساعدة القانونية كما يتطرق التقرير إلى التعذيب العشوائي وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية والمهينة التي يتعرض لها المعتقلون والذي يمارس كوسيلة لانتزاع الاعترافات على أيدي الكتائب المسلحة التي ظهرت خلال الصراع المسلح عام 2011 وأشهر التقرير أن المحتجزين يؤخذون من منازلهم وأماكن عملهم ومن الشوارع أو نقاط التفتيش للاشتباه في مساندتهم لنظام القدافي أو بسبب انتمائهم لمجموعات قبلية أو عرقية وقال المعتقلون الذين تحدثوا إلى محققي الأمم المتحدة أنهم تعرضوا للضرب بالصياط والكابلات والقطبان المعدنية والصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر والسوائل الساخنة والحرمان من الطعام لفترات طويلة وعبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن يصبح التعذيب نظاما مؤسساتيا داخل ليبيا الجديدة التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة أو ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب المفوضي السامي لحقوق الإنسان إن 27 معتقلا لقوا مصرعهم في المعتقلات منذ أواخر 2011 وأن المعلومات تشير إلى التعذيب كان سبب الوفاة وأضافت في بعض الحالات اعترفت الكتائب المسلحة بالإذاء الجسدي للمعتقلين بل وبررته وقال الممثل الخاص للأمين العام لأمم المتحدة في ليبيا السيد طارق متري أن الوضع القائم والمتمثل في الاحتجاز التعسفي والتعذيب يناقض الأهداف التي قامت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير والتي كانت ترمي إلى طي صفحة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي كان يمارسها النظام السابق وتماشيا مع الأولويات الوطنية لليبيا يجب على جميع الليبيين أن يتحدوا ليضعوا حدا لإساءة معاملة المحتجزين ويصهموا في إنشاء سيادة القانون في البلاد وأضاف متري أرحب بالانتقال الصحيح للمحتجزين الذي قامت به بعض الكتائب وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيلاي إن التعذيب كان وسيلة أساسية للنظام القمعي السابق في ليبيا ودعت إلى وضع جرائم الماضي والانتهاكات المستمرة تحت المساءلة الكاملة كما قالت السيدة بيلاي إن التعذيب يعد ممارسة غير قانونية تحت أي ظرف من الظروف ودون أي استثناء وأضافت إن وضع المحتجزين في ليبيا يدعو للقلق الشديد ورغم إحراز بعض التقدم فإن الحاجة ملحة إلى مضاعفة الجهود لمنع التعذيب علاوة على التحقيق في الدعاءات التعذيب ومقاضاة الأشخاص المسؤولين وتوصل أمم المتحدة بأن تسرع السلطات الليبيا والكتائب المسلحة عملية تسليم المعتقلين للدولة واتخاذ التدابير لحمايتهم من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة كما توصي السلطات الليبيا أيضا باعتماد استراتيجية لمقاضاة المحتجزين لأسباب تتعلق بالصراع أو الإفراج عنهم بما يتوافق مع قانون العدالة الانتقالية والعمل على بناء قدرات النظام العدالة الجنائية لحماية المحتجزين من الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب والانتهاكات المستمرة يشار إلى أن ليبيا اعتمدت في أبريل 2013 قانونا يجرم التعذيب والاختفاء القصري والتمييز وينص على أحكام جزائية بالسجن لمدة تراوح ما بين خمس سنوات أو مدى الحياة لمرتكبي جرائم التعذيب بهذا نأتي على نهاية نشرتنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في نشرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة